طب ما هي دلوقتي هي بقى هربت بإيه بقى بنيه بقيت نرجسية وبيتعملها بتقيم علاقات تتكلم مع ده وتتكلم مع ده ورجالة متجوزين وجوازات ما تنفعش هو لما هي شفت الولد الأصغر منها بعشر سنين هل ينفع ستة تتجوز راجل أصغر منها بعشر سنين؟ آه ينفع بس خدي بالك هي هنا ما كدش دخلت في العلاقة دي عشان هي بتحبه ولا هي عايزة تتجوزه طب لو هي 36 و 26 نعم هو هي ما أنا بقولك ينفع أن هتجوز راجل أصغر منها بعشر سنين ستة تريد أبلي كده لازم يكون الراجل عدد 30 عشان يعرف يأخذ القرار لازم يبقى هو عارف هو عايز إيه لأنه إحنا احتياجاتنا العاطفية بتتغير مع الوقت يعني إيه؟ يعني اللي هتجوز في العشرينات ليه احتياجات عاطفية واللي هتجوز في التلاتينات ليه احتياجات تانية خالص واللي هتجوز في الاربعينات ليه احتياجات مختلفة عشان كده لو تبصي على جوازات حواليكي هتلاقي انه اللي تجوز في العشرينات مش عجبه مش عجبه الجوازة اللي هو تجوزها في التلاتينات لأنه شايف أنها مش مرضية لطموحه ولا تجوز في 36 و 36 كلام ده مش حقيق اسمع منها واللي تجوز في التلاتينات في الاربعينات هيكتشف أن الجوازة بتاعته ما كانتش هي المناسبة ليه لأنه هو عقله بينضج مع الوقت واحتياجاته في شريك الحياة بتتغير مع الوقت فلازم هو يكون ناضج بشكل كبير عشان لما يقرر أن يختار واحدة أكبر منه في السنة بعشر سنين يبقى عايز يكمل معها بقية حياته بس هو يمكن نجوز واحدة أكبر منه بعشر سنين طب أنا هقول رأي أنا مش مشوف أنها بإحتاجاتنا في السن لأ كل واحد مننا عارفه عايز إيه يعني أنت عايزة إيه في الرجل عايزة واحد اتنين تلات اربعين عايزة إيه في السن عايزة ده أنا ممكن تكون أمي مثلا مش موجودة فمحتاج أم عايزة ده عايزة ده عايزة ده وإني عندك كم سنة لا وأنا بعدها معدت 30 إحنا هنهزر كل سنة اللي أنت عايزة بيتغير أنت النهاردة بتحبي حاجة معينة وعايزة ليك المتطلبات معينة السنة الجائة معدتش متطلباتك فاهماني لأ بس إزاي يعني الحني حد هيعدوا لك أنا عايزه السن��دي حني السنة الجائلة أنا عايزة أستغنية أفهمك 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 آه أيوة البنت المراهقة بتبقى اختيارها ايه مبني على ايه في شريك الحياة الهيام والغرام والهدايا والده بتجيب ومليع جميل جميل و لما تخش في العشرينات انه هيأسس بيته و هيجيب حاجات كويسة و مش عارف ايه و انه هو يشجل شغلنا مناسبة وفيه اه وفيه حبه بتاع لما تدخل في التلاتينات تكتشف انه المحاسب اللي اتجاوزته اللي بيقبط 3000 جنيه مش هو خالص كان تموحها و قصة الحب اللي هيكت عايشة فيها مش هي دي و بدأت تغير افكارها تماما بدأت تغير افكارها تماما في التلاتينات لانه بقى رؤيتها للامور مختلفة واللي كان بيرضيها في العشرينات ما عادش بيرضيها في التلاتينات و اتموحها تغير خصوصا لو هي في كارير وبتنجح وهو واقف في حتة معينة ما عادش راضي لتموحها او هو حتى كراجل لو هو بينجح ومراته بقت ست بيته وقاعدة في البيت بتربي العيال فما عادتش راضي لتموحه في سن معين يعني الجواز السليم بيبقى في سن كان بقى بالكلام الكيبيرين انت عمانت له ده انه التلاتينات هو انسب سن للجواز اذا كنا بس على شرط ان الشخص يكون ناضج خد يبالك و موكني بقى في العشرينات لو ناضج ايه مش نضوج قد ما انت عارف انت محتاج ايه موالحنية عمرين ما اختلف عليه الحدي بقى طيب بزط اي نييدا كومبني ما هو النضج اللي هيخليني انا عارف انا عايزي لو انا مش ناضج عاطفين مش هعرف انا عايزي ده رقم واحد تمام رقم اتنين بقى كنا بنقولي السؤال التانزة انه انه دلوقتي خلاص احنا قلنا لأ الراجل بيبعارف هو عايز ايه او لا بقول بقى ان هي لما هي راحت استاني هو موكن يتجوز واحدة اكبر منه اه بس هي لما راحت للولد دازل ما انت بتقولي كده هو اهله لا هيجهزوه ما راحتلوش عشان هي حبته فعلا اما ليه هي دورت على الحب المستحيل هي بتلعب لعبة نفسية ايه بتعمل ايه هي بتلعب لعبة نفسية مشهورة جدا ان انا بختار الشخص اللي ما ينفعش ونفس اللعبة لعبتها مع الدكتور النافسي بزيطها مسلية جدا انا فاكد HE VERA دي كم ادرنالين طبعا مقولكش طبعا القصص المستحيلة دي بتتوخذيها خدي بالك بقى هي عملت نفس اللعبة مع الدكتور النافسي الان هي عرفة او متأكدا suspendدكتور النافسي مش هيحبها wszystko ولكن هي قررت أنها تحب اللي مش هينفع يتجوزها. هي عارفة أني بتعملها؟ طب هي ليه الأول؟ خلينا نفتكر. هي ليه أو نسأل كده هي ليه بتعمل ده؟ لا هي عارفة من قبل ما هي ليه بتعمل؟ هي عارفة هي بتعمل إيه؟ لا طبعا هي مش عصر. يعني أنا مش ما ببقاش مدركة. لا لا ده بتعمله بتعمله بالعقل الباطن. هي بتعمله بالعقل الوعي. ما هي أكيد مش عارفة. خلاص يبقى حرام. بس خلينا نتفق على اتفاق. هي ليه بتعمل كده؟ هي ليه بتعمل كده؟ عشان ما لقيتش الحب جوية. عشان عندها تخوف من الارتباط بقى. هي بقى عندها تخوف من الارتباط. فبتدور على أبعد شخص. لا يموت ولا يطلع لها تعمل فرحية. فبتدور على أبعد شخص ينفع ترتبط بيه عشان تكرر أنها ترتبط بيه. طب وليه بقى هو أبعد شخص هو؟ ليه فيه ستات ما تجوزتش لكاتر النفسيين بتوعها؟ لا طبعاً ما فيهش. نعم. بالذات الدكتور. يا إتي عايز تقول يا دكتور أنه ولا دكتور نفسي اتجوز البيشن بتاعته أو حبها؟ ولو حصل ولو حصل فهو كده يبقى انتهك قواعد المهنة وعمل ارتكب حاجة مخالفة للمهنة. أي وحبها وحب ظروفها وطلع افرد هي طلعت هي المريض بيحب الدكتور لأنه الدكتور ده الشخص اللي بيسمعني والشخص اللي بيحتويني والشخص اللي بيطلطب عليها والشخص اللي شايف مميزاتي طول الوقت والشخص اللي مش شايف عيوبي والشخص اللي أنا بجيله في أي وقت أنا محتاجه بلاقيه. ما ده جميل يا أخي؟ احنا عايزين أكتر من كده. ما هو ده الدكتور مش الشخص يعني هي مثلا بتحب دكتور محمد لكن هي ما بتحبش محمد هي ما شافتش محمد ده اللي بالبيجاما هي شافت دكتور محمد اللي بتجرفطته ويعني أنا لما اتجوزت واقعد ورا المكتب شفته بالبيجاما ما هي كده لما مرفع تتجوزت علاء يسوفته بالبيجاما هي شايفة الدكتور اللي قاعد ورا مكتبه شايفة الدكتور اللي ملتزم بقواعد وأداب المهنة اللي بيشجحها اللي شايف مزياها اللي بيوريها مزياها وبيزاوط سخطها بنفسها عشان ده جزء علاجي في الموضوع ما هو ده جميل عشان احنا في العيادة لكن هو كشخص بره العيادة هيعمل كده؟ مش هيعمل كده يعني الدكتور نفسي مع عمراته ما يعملش كده الناس ممكن يتنرفز عليها ويتعصب عليها ولو مراته عملت حاجة ده ييده يتعصب عليها ده ما ينفعش مع البيجانت فعشان كده هو ملتزم بقواعد المهنة فعشان كده هي بدأت تحبه يعني دكتور نفسي هي ما حبتش الشخص دي حاجة بقى مشهورة عندنا في الطب النفسي اسمها ترانسفرانس اللي هو الطرح العلاجي ايه بقى الطرح العلاجي؟ الطرح العلاجي انه المريضة دي مفتقدة مشاعر الأبوة اللي هي مظهرتش شفتي بقى مظهرتش خالص في القصة أبوها متوفي غالبا ما جبتش سررته فغالبا انه الأب ده متوفي تمام؟ فالأب المتوفي ده بس انكلمتش عنه غالبا متوفي يمكن متوفي منه هي طفلة ما شافتوش خالص ما فيش اي ذكور فهم او اي رجالة في القصة فهي هنا مفتقدة مفتقدة الأب اللي بدأت تطرح مشاعر الأبوة اللي هي محتاجها على الدكتور فلما بدأت تطرح المشاعر بتاعة الاحتياج بتاعة الأبوة على الطبيب النفسي فحبته لأنه مديها صورة الأب اللي هي عايزاه الحقيقة لا هي مش شايفة حبيب زي ما هي بتقول هي شايفة الصورة اللي في خيالها اللي هي صورة الأبوة المفقود فده الطرح الدكتور النفسي بقى لو حبها يبقى عمل حاجة اسمها اللي هو الطرح المقابل فبدأ يعجب بيها ويحبها ده لو حصل قواعد الطب النفسي بتقول انه لازم ينهي العلاج النفسي ويحاولها على معالج نفسي تاني سواء دكتور او اخصائي نفسي او اخصائي نفسية وما يشوفهاش لمدة ستة شهور لو قرر انه ما زال بيحبها بعد ستة شهور ممكن يروح يرتبط بيها لو عايز يعني انا قعد ستة شهور مشوفش حد افضل احبه تخيالي يعني ايه تخيالي ده طرح مقابل ده طرح علاجي يعني ايه بقى طرح علاجي يعني هو المفروض هي بدأت تطرح مشاعر الأبوة دي فالمفروض هو ياخد باديها ويحل في النهاية مشاعر الطرح هو دلوقته ما أفد الدكتور يعمليه وتنتهي الكصة العلاجية بتاعتها بان هي تفهمت ان هي طرح على الدكتور مشاعر الاب والزكر اللي هي محتاجه فعشان كده هي حبته لكن في الحقيقة هي بتحب الدكتور الورى المكتب لكن في الحقيقة هي بتحب الدكتور الورى المكتب وهي ما تعرفش الشخص ده بمجرد تفهمها بمجرد تفهمها الكصة دي هنا يبقي هي حل الطرح العلاجي علي dischargedorge فيها عد ما بقص باي دكتور التبيعي رد فعل الطبيعي اللي الدكتور ع него له اه ايه ده ده هو ده الصح ايه كاسرة الخاطر دي اخو تبتخيال انه كل المرضى هايحبه الدكتور عشان طرح علاجي بيحصل عشان ترانسفرنس بيحصل ما هيحبه كل ما هيحصل ترانسفرنس حيتجوزها حيتجوز كل المرضى بتوعه عشان ماكترش الخاطر يعني هو اكتر الطبيعي ان هو ياعمل كده ده لازم يعمل كده لازم يعمل كده لأنه قواعد المهنة وأداب المهنة بتحطم عليه أنه يعمل كده الحاجة الثانية أنه هو موقعش في فقل كاونتر ترانسفرنس يعني هو ما حبهاش غالباً ياسمين تبدو جميلة من القصة كل دول بيحبوها فهي جميلة فكان الدكتور ممكن يقع في حبها بس الدكتور كان ناصح وشاطر وموقعش في حبها وخد باله من كاونتر ترانسفرنس وأحب أقولك حاجة بقى أحب أقولك حاجة في الحتة دي أنت عارفت الدكتور لو كان حبها كانت ياسمين عملت إيه؟ كانت سابيته ومش برافو عليك برافو عليك ليه بقى؟ نحن مش عارفين من شخصية نرجسية حتى أنت وقعت في حب وكل بالضبط كده وكل ما هو هيرفض حبها وهيفاهمها أنه ده طرح علاجي هتتمسك بي أكتر برافو عليك فإذا تمسكها بيه هنا تمسك مرضي مش تمسك حب بجد حصلت لك في عيادة المشاكل دي أباك حصلت كتير يا بنتي قلت لك أنا بحبك دكتور حمود فأشرح لها كده بقول لها ده اسمه طرح علاجي وإنتي بتحبي الدكتور اللي وراء المكتب اللي لابس جرافطة ولابس بدلة وقعد وراء المكتب لكن أنا مش كده في البيت لكن في البيت أنا مش كده وإنتي ما تعرفنيش فاخدي بالك إنه ده طرح علاجي والمفروض ينتهي الألاج النفسي بإنك تفهمي إنه الدكتور دوره إنه يساعدك مش دوره إنه يمثل دور الأرض أو إنك تحبيه أو ترتبطي به وبمجرد ما هي تبدأ تدي نفسها فرصة مع بقية جلسات العلاج النفسي بتتفهم ده وتتقبله يعني أنت ما بتضطرش أنت تترحى على دكتور إمتى بقى لازم الدكتور كان يترحى على دكتور تاني أبعتها الدكتور تاني أو أحولها الدكتور تاني لو أنا بدأ يحصل عندي اللي هو الطرح المقابل يعني بدأ تقعجب بيها أو أحبها لو دكتور حسب مشاعر لازم يحاول المريض ولو المريض متمسك قوي وقرفني في عشته إحنا قلنا قبل كده أنه في حاجتين إحنا ممكن نعمل إمباسي مع الدكتور أو سيمباسي مع الدكتور تعاطف أو تفهم لازم أتفهم المريض بس ما تعطفش معاه بمجرد ما تعطفت معاه فأنا دخلت في المشكلة بتاعته وبقت واحد من أعضاء المشكلة بتوعه ولو حبيته ولو حبيته فأنا كده عملت سيمباسي فهنا هبوز علاجه يعني أنت ما فيش ناس بتوفاها متعاطف معاه لدرجة أن أنت بتحبه لا ما ينفعش تحبها حب ولا هعيش صعبان عليك أيوة فيه بلقة دا ما يحصل في كل دا من بلقة دين متفهمه بس حتى صعبان عليها دي أنا متفهمه عشان كده هو صعبان علي لكن مش بحبه لدرجة أن أنا بقيت مأذي من القصة اللي بحكيها فطلع فلوس من جيبي ودهاله ولا هو ما أخذه في حضم ويقطب عليه أو أنزل مش كده خالص أنا أقف لي أنه يبقى صعبان عليك لأنه خالي بالك يا دكتور دايما من أقول إيه اللي بيجي لك موش هو المريض النفسي عايزة أقول لك عارف اللي بيجي لك مين اللي بيجي لك اللي اتأزى من المرضى النفسي ليحواليه ماشي ماشي الكلام دا إحنا متفقين عليه جد وممكن المريض النفسي نفسه هو اللي يجاب طب ياسبين زي هنا ياسمين زي هنا ياسمين مريضة نفسية وتأزت من اللي حواليه فال 느낌이 يعني ياسمين الاثنين. اتقزت ممتها لأن ممتها هاي اي اي. واتقزت وهي نفسها بقت مريدة نفسية عندها الترابي الشخصي النرجسي. فبقت طول الوقت عايزها تلفت الانتباه وتخلي الناس تحبها. وبمجرد ما تدخل في علاقة عاطفية تبدأ تبعد. وده النرجسي الخافي اللي قلنا عليه. تبدأ تبعد ويبدو ان في قلة ثقة في النفس واضحة. لكن في الحقيقة قلة ثقة في النفس دي مش زي ما هي ظاهرة كده. ده فيه ثقة في النفس موجودة بس بشكل تاني.